بالرغم من توفر وسائل الراحة من الأجهزة الحديثة والتكنولوجيا إلا أن العالم يعاني من انتشار الأمراض النفسية والعصبية والسبب في ذلك هو البعد عن الله قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره بل صدره ضيق حرج لضلاله وإن تنعم ظاهره ومن الثواب العاجل على طاعة الله صلاح البال قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كثر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم أي يصلح أمر معاشهم في الدنيا مع ما يجازيهم به في الآخرة وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها فالاستقرار والأمن النفسي يحصل بالإيمان قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن يعني أمن القلب وطمأنينته والنعيم في الدارين يحصل بطاعة الله وتقواه قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وهذا في دورهم الثلاث في الدنيا وفي القبر وتمامه وكماله في الآخرة وينال راحة البال من رضي بقضاء الله وقدره سئل علقمة عن قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهد قلبه فقال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عمد الله فيرضى ويسلم فاعلم أن السعادة في راحة البال لا في كثرة الأموال وهي في ذكر الله والقرب منه لا في نسيانه والبعد عنه والانشغال بالدنيا قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب تطمئن القلوب موسيقى